يعني اشرح لقصتك شنو راح منك عقار قطعة أرض يعني السكن اللي راح منك وين تحدينا بأي منطقة والله راح من مثل ما شبت بداية البرنامج أنا وعائلتي راح من عندنا بيت وعدنا وراق يعني ثبوتية وعدنا كل شي وليسا ما معوضينا يعني جقد ما راجعوا يعني شسمه يعني دوارة وهاية وليسا ما سوا أي نتيجة وبيتنا يعني سوالة تقريبا بالمليون هنا شكصال البيت راح بأي طريقة راح منك البيت نعم سافرت ورجعت لقيت أحد مستحوض عليها ايه مستولين عليه راح نجوك بطريقة تهديد تبيعه سعر رخيص ما 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 يطونا أي فلس بيعني حتى لو نبيعه يعني نريد الرجع احنا يعني 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 باش اكبر ريد نقعد بي طيب شنو اجراء سويته نعم لاجراء اللي سويته لرجاع بيت اجراءات راجعنا راجعنا يعني محاكم وراجعنا النزاعات الملكية هاي قاله ما عندنا اي تصرف بهذا الشي وعدنا وراق ثبوتية من المحاكم من الشيس ما كنتش موجودة يعني هل ترقيته مستولي عليها لو لقيته سند مغيره او بيع البيت بدون علمك او مشتريه بدون علمك لا لا يعني مستولين عليه طيب الخطوات موجودة الاخواني شاهدونا اكيد والجهات المختصة كذلك شاهدنا خطواتك راح تقلما تحديدا نزاعات الملكية نعم عندك سند بالبيت ايه بالنزاعات الملكية عندك سند بالبيت ايه عندي اي ايه عندك سند وين راجعت اريد الجواب صريح شنو يقول لك من تراجعاني هذا السند ما البيتي واحد قاعد بي اكو جراء قانوني صار اليك راجعنا وقلناهم يا ابا هذا السند بيتنا ايه يقول لك معنا يعني مستولين عليه واليالسه ما منطينا اي جواب طيب وبعد وين توجهت ما رحنا يعني وين نروح توجهت الوقف المسيحي ام لا اه لا متوجهنا بصراحة متوجهت نعم طيب بيش حالة سيارة الناب رأيك بهذه الحالة انا اخلي اوضح شوي قضايا لان ابونا قال من 2017 حتى نعبر قبل 2017 بعد انك اريد اعرف فقط جوابه لهذه الحالة اولا شوف تحدي لا 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 العلاقة الحالة بدت من 2005 و 6 طيب واحنا داخلنا كثير في زمن حكومة الاخ المالكي بالدورة الاولى بالتا والدورة الثانية مالتا كان يكلف عمليات بغدادة ساعدنا نطلع الناس ونرجع البيت طيب هذا الكلام اتفاجئنا انه عمارتين واحد ابو البسطية في شاحة بيروت كاتب له ورقة ايش قصاصة انه انا انطيت 600 مليون الواحد ملياردير مو مليونير طيب من بيت سارة خاتون يملك 27 عمارة بغداد هذا ابو البسطية نتيجة هالورقة الشذابية اخذ حكم تمليك حكمي رحت على سيادة الرئيس بس القضاء لعلى اشتكيت وجهني على شرف القضاء طلعوا تعميمات انه من الصعوبة بعد قرار تمليك حكمي هاي واحد ابرنا 2015 2014-15 2017 بدى دور لهذا مجرد كنا هالشكل مسوية انه يا اما النائب اللي هو يعرف هاي العائلة ويحشي معاها صورة وصوت او رئاسة الطائفة مالتين طيب هذه طوروها مجلس الوزراء سيقولون تعليمات اسف ان اقول ابونا هذه التعليمات تتعارض مع المادة 14 بالدستور تتعامل مع المواطن العراقي بمعيارين يعني تمييز ولهذا يؤدي الى انخفاض اسعار عقارات المسيحين عندما يريد يبيع وهي مشكلة كبيرة وراح ندعي عند رئاس الوزراء يسمعوني بالتلفزيون طيب هذا تمييز هذا التمييز نعم اللي يجيني اللي يجيني اروح لا بس اذا ما يجيني ما عندي حق حتى تطلع بنتيجة من الدوار يعني انت ستتحلل بينها ضعف بجهة من ستضعف اما بالقانون اما بالدولة